يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وذاء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة تقدم مجمل الكلام على أول هذه الآية الكريمة في معنى القصاص والمماثلة بين القاتل والمقتول فيما جاء مجملا في هذه الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وما يترتب على ذلك من مفهوم المخالفة من حر يقتل عبدا أو عبدا يقتل حرا أو ذكرا يقتل أنثى إلى آخر ذلك من مفهوم المخالفة في هذا الترتيب وأيضا ما يترتب على ذلك من قتل الجماعة بالواحد والعكس وشيء مما يترتب عليه من المماثلة في المفارخة في الدين قتل المسلم بالكافر أو عدم قتله والمستأمن والذم إلى غير ذلك والآية فيها مباحث عديدة يأتي بعضها إن شاء الله عند الجزء الباقي منها في قوله سبحانه فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفيا له العفو يأتي بمعنى الإسقاط ويأتي بمعنى الزيادة ويأتي بمعنى الإزالة وهنا في هذا السياق فمن عفيا له من أخيه شيء عفيا له من أخيه الضمير هنا من أخيه من أخي من عندنا قاتل أو جان ومجني عليه والمجني عليه قد مضى إلى سبيله وبقي مكانه ولي الدم فأصبح الطرفان هنا الجان وولي دم المجني عليه فمن عفيا له من أخيه من عفيا له من القاتل شيء أو من عفيا له من ولي المقتول شيء وماذا عند القاتل يعفو وماذا عند ولي الدم يعفو عنه يرجع ذلك إلى معنى آخر وهو تمهيد بسيط وهو قوله سبحانه ذلك تخفيف من ربكم ورحمة على ما سيأتي إشعار بأن هذه القضية وهي القتل كان قبل ذلك خلاف هذا الوضع ويتفق العلماء على أنه كان في اليهود القصاص ولا عفو وكان في النصارى أدية ولا قصاص فجاء في حق هذه الأمة بالتخيير كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن شاء اقتصى وإن شاء عفى وعند العفو هل يكون عفوا مطلقا عن الجناية أو عفو مقيد عن نتيجة الجناية وهو القصاص وإذا عفى عن القصاص بقي الجزء الثاني وهو الدية ومن هنا يأتي بحث آخر أيضا هل عقوبة القتل القصاص فقط ودية بدلا منه أو القصاص ودية معا أو بمعنى آخر هل الدية عقوبة أصلية أو عقوبة فرعية تابعة للقصاص وإسقاط وهذا سيردنا مرة أخرى إلى بحث آخر ما هو القتل الذي فيه القصاص وما هو القتل الذي فيه الدية وما هو القتل الذي يخير فيه ولي الدم بين القصاص والدية أما القتل الذي فيه قتل بلا عوض ولا عفو ولا يقبل فيه عفو أحد حتى الإمام فهو قتل الغيلة من قتل إنسانا غيلة قتل ولا يملك ولي الدم العفو ولا ولي أمر المسلمين يعفو عنه وقتل الغيلة سيأتي بيانه إن شاء الله وهو الغدر على مال أو عرض في غير عداوة سابق الثاني هو القتل العمد العدوان وفيه خير النظرين بين القصاص والعفو مطلقا أو العفو إلى الدية والثالث شبه العمد عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله أما مالك فليس والثالث نقول أن الرابع الخطأ وقتل الخطأ ليس فيه إلا الدية أو العفو إذن القتل يقشم ثنائيا أو ثلاثيا إذا أبعدنا الغيلة الغيلة حكم مشتقل فالقتل يقشم ثنائيا وثلاثيا ورباعيا فالتقشيم الثنائي عند مالك عمد أو خطأ وليس عنده واشطة وعند الأئمة الثلاثة أو عند الإمامين أبو حنيفة والشافعي ثلاثي عمد شبه العمد خطأ وعند أحمد رباعي عمد شبه العمد خطأ شبه الخطأ لعل في هذا التقسيم ما يسهل العودة إلى ما فيه قصاص وما لا قصاص فيه وماذا يكون محل العفو في الآية المذكورة مرة أخرى مالك عنده تقسيم القتل إيش ثنائي عمد وخطأ الأئمة الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله عندهم القتل إيش ثلاثي عمد شبه العمد خطأ أحمد يزيد عنهم إيه؟ شبه العمد شبه الخطأ إذن هذا التقسيم انتهينا منه نرجع إلى تعريف كل قسم قتل العمد كما يقول العلماء جميعا كما يقولون مع سبق الإصرار هذا العمد هذا العمد أما شبه العمد فهو أن يأتي لفعل له حق فيه ولكن لا يقتل غالبا فتتأتى منه الوفاة عفوا مثلا مثلا جاء لإنسان معين وأخذ عصى العصى عادية يؤدب بها الأستاذ طلابه يؤدب بها الأب ولده فيضغب إنسانا معينا بقصد الضرب فصادف أنه مات العصى ليست أداة قتل ولكن الوفاة حصلت فأخذ الشبه من الجانبين جانب العمد بأنه قصد إلى ذهب الضرب وجانب الخطأ أنه لم يقصد قتله أما الخطأ فهو أن يعمل فعلا مباحا له فعله فإذا به بدون قصد ولا علم منه يصيب إنسانا فيقتله إذن الخطأ يأتي من نتيجة فعل لا يقصد به الجانب اعتداء على أحد ويقولون كمن أخذ سلاحا ورأى طائرا على شجرة فرمى الطائر فإذا بشخص على الغصن الثاني من الشجرة وهو لا يعلم عنه فأصاب برصاصته الطائر ونافذ إلى الشخص هل كان يقصد هذا الشخص هل عمد إليه لا فهنا خطأ خطأ لأنه من أصل الفعل له حق أن يصاد الطائر فالفعل مشروع في حقه وهو الصياد الطائر ولكن النتيجة جاءت بغير قصده فقتلت إنسانا إذن هذا خطأ لأنه لم يقصد الإيداء إليه ولو بضفره وذاك عمد لأنه قصده بما يقتل فعلا وشبه الخطأ فيه طرف من العمد بالقصد إليه وشبه وطرف من الخطأ لأنه لم يقصد ختله هذه الأقسام الثلاثة أما شبه الخطأ فيقولون الفعل بالتسبب أو القتل بالتسبب يعني لم يقصد فعلا ولم يقصد قتله كمن كان نائما على سطح ودد احرج في نومه فسقط على إنسان في الشارع هل هنا يقصد فعل ما قصد فعلا بالكل فسقط على إنسان لم يقصده فمات الإنسان الذي سقط عليه قالوا هذا شبه الخطأ وهذا عند من عند الحناب نرجع مرة أخرى إلى هذه التقسيمات ما كان عمدا فهو الذي فيه القصاص وما عداه من شبه العمد عند من يقول به ومن الخطأ ومن شبه الخطأ لا قصاص فيه إذن ما هو القتل العمد يقولون أركان جريمة القتل العمد هناك قاتل وصفة القتل ومقتول هذه أركان الجريمة فيشترط في القاتل لتحقق العمد وإتيان القصاص أن يكون الجاني مكلفا عاقلا بالغا فإذا جاء القتل من صبي فلا قصاص لأنه غير مكلف وإن جاء من مجنون كبير السن لكنه مجنون لا يعقل فليست الجناية أو القتل جنائي ولكن إذا قتل الصغير أو المجنون بتصليط من عاقل بالغ ماذا يكون الحكوم يكون تكون المسئولية على من على الكبير البالغ الذي سلطه لأن الصغير أو المجنون يكون في يد العاقل البالغ كالأداة كأداة استعملها في قتل إنسان والصبي والمجنون فاقد الأهلية ليست عنده أهلية المسئولية وهذه ناحية انفرد بها الإسلام ولم يعرفها علماء غير المسلمين إلا في القرن التاسع عشر الميلادي أو في القرن التاسع الميلادي عفوا وذلك بأنه سابقا كانوا يحملون المسئولية كل من تأتى منه إذا إنسان حيوان جمال ولكن الإسلام جاء ورفع الأهلية رفع المسئولية عن من لا أهلية له في نماذج هنا في المدينة بس لا أحب أن أعطولي الكلام فيها على تحميل الجماد مسئولية إذن رفع لي عن أمة الإيش الخطأ والنسيان مش ذكرهوا عليه رفع القدم عن ثلاث عن مين الصغير حتى والنائم والمجنود لا مسئولية عليهم ولكن ما أتلفوه يغرمونه ولكن مسئولية العمد والقصص لا هذا الجانب الأركن الأول من جهة الجانب فعل الجناية فعل الجناية يتحتم أن يشتمل على العمد فلو جاء إنسان وقال أين فلان قاله موجود قال أريد قتله ورآه فصوب إليه المسدس ورماه قصد العمد موجود موجود ولا غير موجود موجود لأنه أعلن عنه فلو جاء إنسان وأخذ المسدس وأخذ السرساس وعبأه فيه وأمام الناس وصوبه لإنسان وقتل لا شبهة ولا شك في تعمد قتله ولكن لو انطلع مسدس وفجعه وأطلق ترى ظنيته النفاضي ما ظنيته يصلح ظنيته خربان فيه نافذة جدال ونقاش لكن هل يقبل منه هذا شيء آخر المهم الصورة التي لا شبهة فيها أخذ المسدس ووضع الرصاص فيه وصوبه وأين فلان وصوبه لمقتل ورماه فقتله هذا تحقق فيه عنصر العدوان العمد العدوان إذا كان فعل فعلا لم تكن العادة أن هذا الفعل يقتل فإذا كان الفعل ليست العادة أن يقتل لا نستطيع أن نحكم بتحقق العمد العدوان جاءت خاصا مع إنسانه ونصفع ضربوا بالكف طاح على جنبه ميت هل العادة جرت بأن من ضرب إنسان بالكف يسكت موت ما يسكت يموت فهذا لا نستطيع أن نتأكد تحقق وجود عمد عدوان لقتله لكن إذا جاء وأخذ خشب متينة أو مسورة حديد وغافله على رأسه وضربه فسقط ميته العادة عند الناس الخشب الثقيل ولما سورة الحديد تأتي على رأس إنسان فتحشمه مميتة ولا لا إذن يغلب على الظن عندنا وجود عنصر التعمد والقصد للجناية ولا لا يوجد وهنا موضع خلاف الامة يقولون أولا مالك رحمه الله يقول لا عبرة بآلة القتل ولا كيفيتها خنق غرق أحرق صفع بعصى بحجر باللكون فمات فهو عمد عدوان ما دام قصد التعدي موجود هو تعدى ولا لا لو رمى بتفاحة وجاءت وراء أذنه في مقتل وقتلته يبقى قتل التفاح فمالك لا ينظر إلى الآلة يقول الآلة وسيلة فلو ذبحه بشموخ من ذهب أو قتله بخنجر مسمم الكل سواء وعند الإمام أبي حنيفة وعند الجمهور يقولون يشترط لتأكدنا من وجود عنصر العمد العدوان أن تكون الآلة غالبا قاتلة كما تقدم ضربه بلت متين بخشب غليظة بعد حديد بحجر كبير كل هذه في الغالب أنها مميتة فيكون عنصر العمد العدوان موجود عندنا وعندنا غلبة الظن بأنه أراد قتله لأنه استعمل ما يقتل غالبا وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله قول لا يعتد بقتل الآلة إلا إذا كانت معدة للجرح فيقول لا قصاص أو لا يتحقق وجود العمد العدوان إلا إذا كان بآلة لها مور في الجسم تشق الجلد واللحم لها نفوذ كسام سكين مسمار رمح رصاصة حتى ولو كان الذي زجاجة جاء بزجاجة كبيرة وكسرها وشطفها صارت مثل السكين وطعنه في مقتل إذا كان له مور في الجسم قال هذا قاتل أما إذا ضربه بصخرة بحجر بخشبة كبيرة ولم يجرح الجلد ولم ينفذ إلى الداخل يقول هذا قتل بمثقل فلا قصاص فيه ليش قال ليس هذا لم يوضع للقتل وليس هو أداة للقتل وقول آخر عند الإمام أبي حنيف رحمه الله ما كان صالحا للمور في الجسم من حديد من نحاس من رصاص من أي معدن صالح يعتبر في أي بعض الحالات للمور في الجسم إذا آلة القتل وطريقته الجمهور على أن كل فعل يغلب على الظن الموت به فهو آلة عمد عدوان بقي المجني عليه يعتبر القتل عمدا عدوانا إذا كان اعتداء على إنسان على قيد الحياة فلو قتل حيوانا لا يقل قتل لكن أتلف وعليه قيمة ما أتلف إنسانا على قيد الحياة لو جاء الإنسان ميت وحز رقبته القتل هو إزهاق النفس وخرج الروح وهذا نفسه قد أزهقت وروحه قد خرجت من قبل فهل قتل هذا الميت ما قتل ولكن اعتدى على حرمته له عقوبة لا اعتداء لو قدر أن المجنية عليه قد جرح جاء إنسان وشق بطن إنسا ثم جاء آخر وقال ها خلاص لقد دعن فقطع رقبته الوفاة حصلت بشق البطن ولا بقطع الرقبة بقطع الرقبة يبل القاتل العام عدوا من الأول ولا الثاني الثاني ومن هنا تأتينا قضية جديدة من قضايا العصر الحاضر وهي أن بعض المرضى قد يطول به المرض وقد يتأدى من نفسه أو يشفق عليه طبيبه المعالج فهل يترى في تلك الحالة يجز للمريض أن يطلب من الطبيب أن يجهز عليه وهل يجوز للطبيب أن يشفق عليه ويجهز عليه ها إيش تقولوا لا 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 يحق للمريض أن يطلب من طبيبه ولو طلب منه وأعطاه كتاب كتابة ففعل الطبيب فالطبيب مرتكب جناية لأن المريض لا يملك هذا الحق في نفسه حتى يعطيه ولو أن الطبيب أشفق على المريض الذي طال مرضه ويؤس من شفائه فأجهز عليه فهو قاتل عمدا عدوانا إنسانا حيا يحتمل البقاء على الحياة ويمكن شفائه ولو واحد في الألف ومن هنا لا يجوز أبدا لأي طبيب لديه مريض يأس هو من شفائه أن نجهز عليه بالموت لأن الأمر بيد الله كم من مريض تعافى وكم من معافى خدمته وما يدريك لعل الله جعل له تلك الحالة مع طولها تكفيرا للماضي ورفعا لدرجاته بل قد يكون مصلحة لأولاده يعطف على أولاده كل الناس ما دام أبوهم بتلك الحالة إذن الروح لخالقها والإنسان لا يملك في نفسه شيء فمن شروط الجناية أن يكون المجني عليه حيا حياة مستقرة ولو مريضا ميؤوسا من حشفائه ولا يحق له أن يأذن لطبيبه ولا يحق لطبيبه أن يجهز عليه ما دام فيه نفس يتحرك لا أريد من بعض الإخوان أن ندخلنا في موت الدماغ وموت القلب وهل نرفع عنه الأجهزة المنعشة أو لا نرفعها هذه خضية تدرس في محلها يهمنا أنه بين أيدينا لا زال حيا ولو نسبة واحد في الألف من الحياة فإذا توفرت هذه الأركان الجاني مكلف الفعل فعل الجناية قاتل المجني عليه حي حياة مستقرة أضف إلى ذلك أنه معصوم الدم ومعنى معصوم الدم يحرم قتله وهذه تحتها تفصيلات ترجع إلى القضاء متى يكون الإنسان مهدر الدم هذا تفصيل آخر وبحثنا الآن على إيجاز في الإنسان معصوم الدم بقي هناك جوانب أيضا تقدمت الإشارة إليها وهو مسلم يقتل كافرا أهو معصوم الدم أم لا والعصمة الدم للدار دار الإسلام أو للمعاهد العهد الذي له أو لعهد الأمان المؤقت وهناك من له عهد ومن له أمان العهد بأن يوضع اتفاقية وهدنة بين أمتين على ألا قتال كدسنا وعهد الأمان أن يدخل حربي دار المسلمين بأهد أمان حتى يخرج منها كسفير جاء برسالة كتاجر جاء بتجارة كإنسان جاء لمصلحة واستأذن ولي أمر المسلمين بدخوله دار الإسلام فأمنه حتى يقضي حاجته ويخرج هذا مؤمن معصوم مؤقت وذاك معاهد لمعصوم مدة العهدة ما لم يخفر العهد بأن يرتكب حدا في حدود الإسلام وهذه الجزئيات أولى بتفصيلها كتب الفقه في الفروع أو فليش القضاء هذا هو العمد العدوان الذي فيه القصاص والذي يأتي فيه فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع وأداء هنا الذي أشرنا إليه قتل العمد العدوان هل عقوبته القصاص فقط والدية فرع عن القصاص إذا أعفي عنه وسقط أو القصاص معدية كلاهما عقوبة مستقلة وولي الدم مخير بين واحد منهما فهمت هذه المسألة الأخيرة جراها ولما فهمتها ما أحد فهم لا حوز الأقوة إلا بالله ولم أضع الجنيات هذا صعيب مرة أخر قتل العمد العدوان عقوبته إيه من إسان القصاص طيب الدية مع القصاص ولا الدية فرع عن القصاص ولي الدم ملزم إما بالقصاص فقط ولا له الحق في أن يختار القصاص أو الدية له الحق طيب نرجع مرة أخر إذا تقرأ عندنا ولكم في القصاص كتب عليكم القصاص في أول الآية وجه في آخر فمن عوفي له فمن عوفي له إيش من أخيه شيء من العافي ومن المعفوع عندنا طرفان قاتل وولي دم عوفي الحكم عندنا المطلوب بعد قتل العمد ما هو القصاص يبقى عوفي تتوجه إلى أي شيء إلى القصاص يعني في يالجاني إذا عوفي لك من أخيك ولي الدم عن شيء أي من القصاص المطلوب منك فإذا عفى ولي الدم عن الجاني في القصاص يقول هنا فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان أداء يؤدي له إيش من تعفوت أدية يب العفن منصب على الجريمة ولا على نوع من الجزاء نوع من الجزاء ما موقف العلماء من ذلك فيهمت الأصل ولا نعيدها مرة وثانية وثالثة من أنتم جيدين ما أسمعت هذا في الآخر جهنم في الآخر حنا في الدنيا هلسا مرحنا هناك حنا نبقى في الدنيا يش نسوي له إذا تقرر هذا يا إخوان من أن القرآن الكريم ينص ابتداء على القصص ثم ياتي بعد تقرير الحق الأساسي بوجود رحمة بوجود عوض بوجود بدل بوجود مثيل آخر وهو أدية وأن هذا تخفيف من الله على هذه الأمة رحمة بها ناتي للأئمة رحمهم الله ما تقولون في عفو ولي الدم من القصاص إلى الديا أو ما تقولون في حق ولي الدم ابتداء نجد مالك وابا حنيفة رحمهم الله في المنصوص الثابت عنهما ويذكر القرطبي رواية عن أحمد ولم أجدها في من رجع الحنابلة أن ولي الدم ليس له إلا القصاص ولا يجبر القاتل على الديا ولا يطالبه بها يقول له اقتص منه ولا تركه طب ابغى ديا قال لك لا الله أعطاك القصاص تبغى تعفو تترك بالكلية ما في مانع طب الله يقول فاتباعهم بالمعروف وأداء يقول لا إلى هنا وإذا قصرنا الخلافة بين مالك وبحنيفة على أنه ليس لولي الدم إلا القصاص وليس له أن يطالب الجان بالدية إلا إذا رضي الجان من نفسه وقال ما في مانع أدفع الدية بلاش خصاص فهمتم هذي كمان ولا لا نرجع لمالك مرة أخر هذا ما يذكره علماء الفقه الجناء عن مالك وأبي حنيفة ولكن التحقيق عند المالكية ما يذكره الباجي أن مذهب مالك عند المالكية فيه تفصيل خلاف هذا وقد ذكرنا ذلك في كتاب عمل أهل المدينة عند قول مالك هنا أو عند قولهم على مالك هنا فعند مالك ثلاث روايات رواية ابن القاس رواية ابن الحكم ورواية ابن بكير فهناك من يقول بهذه الرواية عن مالك ليس لولي الدم على الجان إلا القصاص وإلا يروح في آمن الله العاف مطلقا مجانا وابن الحكم يروي عن مالك يقول لا إذا كانت الجناية في الأطراف في قطع يد وفيها يد في عين وفيها عين العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إن كانت الجناية الموجودة في الأطراف والأعضاء فالجاني مخير إن شاء لم يعطي شيئا ويقول اقتصوا خذوا حقكم وإن شاء دفع الديا والتخيير للجاني وليس لولي الجناية ويقول الباجي هذا يتصرف في نفسه وهو حر ما يبغى يدفع نصف الدية في العين يقول يكفي العين واحد ما بغى يدفع فحين إذن يكون الاختيار والتخيير لمن للجاني وإن كانت الجناية في النفس فيتعين على الجاني إذا قبل ولي الدم الدية أن يدفعها وقد رجح ذلك والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وكما ينص الباجي وغيره لأن الإنسان مكلف بمفادات نفسه ومنهي في نفسه عن قتل نفسه ولا تقتلوا أنفسكم أنت محكوم عليك بالقصاص وجاءك عفو يحييك مقابل مال تبيع نفسك بالمال لا يجب أن تشري نفسك بالمال فإذا اختار ولي الدم المال على هذه الرواية تكون المذاهب الأربعة متفقة ثلاثة متفقة على أن الخيار لولي الدم ويبقى الإمام أبو حنيف رحمه الله ووجهة نظره قوله تعالى ولكم في القصاص حياة أو عفوا كتب عليكم القصاص في القتل ويأتي في قوله سبحانه فمن عفيا له من أخي يقول إذا قبل الجان وعفى عن الدية لولي الدم فليقبلها هذا شيء بعيد شوي نرجع إلى النص مرة أخرى فمن عفيا له من من أخيه دقت الولد قتل أخاه قتل أباه قاتل ما في عفو لكن فمن عفيا له من أخيه أليس في هذا استعطاف وإظهار معنى الأخوة والرحمة بين المسلمين وفي هذا ندب للعفو عن القصاص والانتقال إلى إيش إلى الدية لماذا القتل قد قتل راح وهذا الثاني إن السبقيته كأنك أعتقت نفسا إن أخذت الدية قد يكون هناك مال حاجة إليها قد يكون هناك امرأ ضعيفة قد يكون هناك ذو حاجة قد قد إلى آخره مع أن العفو له شروط ما لم يكن هناك قاصر ويأتي من الذي يملك هذا العفو هل الصغار لهم عفو هل النسوة لهم عفو عند المالكية أو ليس لهم هذا شيء آخر يهمنا في هذا النص القرآني الكريم الذي يثير العاطفة بين المسلمين ويجعل رابطة الأخوة لا تكلها ولو كان الاعتداء قد يقع الخطأ أو قد يقع العمد ولكن مع هذا لا تنقطع الأخوة فاتباعهم بالمعروف صاحب الذي عفى يتبع القاتل فيما استحق من الدية يتبعه في المطالبة بالمعروف لا لمجرد أنه عفى عنه من القصاص يرهقه ويلزمه ويضيق عليه في أن يدفع لا يتبع الإحسان إحسان لأن عفه عن القصاص إحسان أو ليس إحسان طب كمل الجميع طالب اتبع هذا الجاني بما لك عليه من الدية بالمعروف ومن الجاني بالآخر أنت يا الجاني أدل الأدية بإيش بإحسان فتكون الآية خاطبة الطرفين الجاني الذي عفى عن قتله قصاص والمجني عليه ولي الدم فيتبع الأول صاحب الدية يتبع القاتل بمعروف والقاتل الذي عفى عنه في القصاص يؤدي بإحسان لا بتضجر ولا بمماطلة يروح عني ما عندي شي دحين كذا لا وهذا في أعلى ما يمكن من مكارم الأخلاق بين المسلمين في هذا الموقف لأنه موقف عداء وشفك دماء ومع ذلك يظهر عنصر الأخوة ويأتي بالمعروف والإحسان وش أبكت من هذا يا إخوان ذلك تخفيف من ربكم لأن الأمم الماضية كان عليهم القصاص فقط وهذا ثقيل على الجان لا يملك ولي الدم أن يعفو عنه فكان ثقيل وكذلك الرحمة منكم على الجان فولي الدم لا يملك عفو وهنا المجني عليه لا يجد رحمة فجاء الإسلام وأوجد الأمرين خفف عن الجان بوجود العفو عنه ورحم أيضا ولي الدم أو رحم أيضا الجان مرة أخرى بقبول الدية منه وهكذا نجد في فرض هذه العقوبة هذا التذييل الأخير بعدما تم العفو ووقع التخفيف الرحمة وقبل ولي الدم الدية سواء استلمها أو بقيت في ذمة القاتل وهل الدية تكون على العاقلة على ما سياتف الخطأ ولا في مال الجان يتفق الجميع أنها على الجان في ماله بنفسه لأنه ليس خطأ يتعاون معه فيه بل عمد فيتحمله في ماله فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك اعتدى بإيش كانوا في الجاهلية يصطلحون يأخذون الدية ثم بعد ذلك إذا ظفر ولي الدم بالقاتل قتله وقدنهم الدية قتل إذا عفى وثبت العفو وأسقط حق القصاص لا يملك إرجاعه ويبقى له في ذمة الجان الدية فقط فلو قدر أن العافي الذي أخذ الدية قتل قاتل مورته يقتل به لأنه عمد عدوان من جديد أما إذا ظفر به قبل العفو ولزال في المطالبة والبحث عنه فوجد فقتله هذا القاتل مهدر الدم ولا معصوم الدم مهدر فلا يقتل قاتله ولكن قد افتات على الإمام وللإمام أن يعزره لأنه لا يحق لأحد أن يستوفي القصاص إلا ولي أمر المسلمين حتى لا تقع الفوضى لو جاء شخص ثالث صديق للمقتول وليس وليا للدم فوجد القاتل فقتله قال هذا قاتل صديق مهدر الدم هل له حق في ذلك لا يقتل طيب ولي الدم ياخد ايه بعض الجمهور كامل الملكية يقولون خلاص المحل راح سقط القصاص لأنه قتل والآخر يقولون لا ما قتل بأيدينا نس في صدورنا ونزهب غلنا عنه فيدفع الدية من مال الجان الأول لأن الثاني يقتل وهذه كلها فروع تأتي في نسوة يملكنا العفو أم لا الجمهور يقولون لهن حق العفو بحق الميرات ومالك يقول المرأة لا يلحقها معرة القتل لكن الرجال هم الذين يلحقهم يعيرون فلان قتل قاتلكم ما استطعتم تخدم حبكم ما اقتصيتم اغذيتم بالدية لضعفكم ما حد حيقول للحرم هذا الكلام لأنهم لا دخل لهن في دال فيقول مالك إن العفو من حق الرجال ولكن إذا كان هناك نسوة وفي الدرجة الأولى ولو كن محل الرجال كن عصبات فلهن حق أما إذا كن بعيدات كالزوجة أو كذا أو كذا يقول ليس لهن حق في العفو ولكن جاءت النصوص بوجود العفو لكل من كان له حق في الميرات وهذا مذهب أحمد ومن وافق هناك جزئية أخرى لو قدر أن القاتل ورث جزء من دم المقتول فلا قصاص لأنهم ملك جزء ولا يمكن أن يطالب بقتل جزء منه وهناك استثناءات أيضا الوالد يقتل ولده هل يقتل قصاصا الجمهور يقولون لا ومالك كذلك يقول لا إلا إذا انتفت شبهة التأديب بأن قتله صبرا أضجعه وحز رقبته بالسكين قال هذا ليس فيه شبهة يقتل به فالوالد لا يقتل بولده سواء كان الوالد على دين الولد أو على غير دينه وكما أشرت سابقا باب الجنايات واسع جدا في هذا الموضوع وبقي هناك فاتباع بمعروف وأداء يؤدي إليه ماذا الدية وما هي الدية المبدأ فيها مئة من الإبل ولكنها تغلط في العمد وفي شبه العمد وفي المحارم وفي الأشر الحوم وفي الحرم هذه عوامل تغليض الدية والتغليض ليس زيادة عن المئة واحدة ولكن في أوصافها صغار كبار في بطنها نتاجها أو ليس في حامل هذا التغليض بالوصف وليس بالإيش بالعدد وهذا تقدم لنا في موطأ مالك ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز إسقاط الجنين المشوة يصبع حكم الجنين غير المشوة احنا قلنا يعتدي على حي له حرمة حياة مستقرة الجنين في بطن الأم إنسان حي ولا ميت حي حياة مستقرة ولا محتملة يقولون إن جنى على الجنين ففيه شبه بالإنسان الحي المستقر وفيه شبه بجزء من الأم فإن نزل ميتا ففيه غرة وليس فيه قصاص وإن نزل حيا فمات وهذا حكم الجنين له أمر مستقل أما إسقاط الجنين المشوة فهذه يتفق الأطباء أكثرهم على أنه لا يجوز وهناك نقاش جديد إلى الآن لم يستقر عند هيئة الأطباء العامة ولا الخاصة وأيو تشوي وإذا جاء خلقا سويا ثم طرأ عليه التشويش هل تقتلونه اتركوا لخالقه لماذا لم يكن هذا الوصف فيه عبرة للآخرين الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى اتركوا الخلق لخالقهم تتداخل يقول لا هذا ما يصلح هذا يصلح يوقف أنفسكم مهنجسين على الله لا والله يترك الناس لخالقهم أكون مشوه وغير مشوه ولماذا شوه والأسباب وكذا فباب عريض إلى الآن ما استقر الطب على شيء في ذلك والشرع يقول لا الغرى وليد ولا عبد مملوك رقبه قطع قراءة القرآن في قطع قراءة القرآن في مجلس العلم عند سماع الأذان أهو واجب أم مندوب إليه لأجل متابعة المؤذن يقولون أنه في قراءته حينما يسمع المؤذن يأتي بعبارة من عبارات الأذان يقطع القراءة ويجاوب يقول مثل ما يقول المؤذن لأن ترك قوله مثل قول المؤذن يفوت عليه بفوات الأذان وقراءة القرآن ما تفوت عليه لو أنه طبق المصحف وانتظر وقال ما يقول المؤذن حتى يفرغ منه ورجع إلى المصحف وقرأ لا شيء في ذلك ولكن في القصاص حياة هذا لسه مجنى بكر سبله السلام ولا تصير نكمل الآية إن شاء الله ما يخالق إن شاء الله خير نكملها ونستغيح إن شاء الله لرمضان يقول ما الحكم في تقدير الدية بأقل مما قدره الشرع وقد يكون ولي الدم مجبرا على ذلك بلا امشاء فيها مجبر يبا بطلة الدعوة ما في إكره الأصل في الدية أو كما يقولون العقوبات قسمانة عقوبة مقدرة من الشرع وعقوبة غير مقدرة فعقوبة غير مقدرة في التعزير هذا راجع للحاكم وللقادي في ظروف القضية ظروف مشددة ومظروف مخففة أما العقوبات المقدرة فلا يملك أحد أن يزيد فيها شعر ولكن الدية في قتل العمد هي أصل أنفار الدية في قتل الخطأ لا يحق لأحد أن يزيد فيها شعره من بعير أما الدية في قتل العمد فاتفقوا على أن للمجني عليه لولي الدم أن يرفض الدية ويطالب بالقصاص وللقاتل الحق أن يزيد على الدية المعهودة دية ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يرضي ولي الدم وعندئذ يكون صلحا فللقاتل أن يصالح ولي الدم على زيادة عن الدية في الخطأ لأن هنا الدية ليست معينة وللمتعين الأول هو القصاص فإذا صالح الجاني الورثة على ديتين وثلاثة وأربعة أو جاء أهل الخير كما يحصل في المدينة ويتقدمون بدية وبديتين وثلاث ديات على أن يعفو ولي الدم عن القاتل قل مع عشان خطركم معلش أربع ديات قبلت له حق في ذلك الكلمة النقود الأصل في الدية سيأتي بحث طويل هل الأصل في الدية هي الإبل أو الأصل في الدية الذهب والفضة أو الغنم والبقر أو الحلل كل ذلك جاءت وكلها ديات أصلية عند الحنابلة وعند الآخرين لا على أهل الببر الإبل وعلى أهل المدن الذهب والفضة أي ما يتيسر عندهم من الأموال والتحقيق أن أصل الدية الإبل لأن الذهب والفضة كيمة الأشياء فقد تكون مائة من الإبل في وقت من الأوقات بألف دينار وقد تكون في وقت من الأوقات بثمانمائة دينار ومن هنا إذا دفعت الدية نقدا فتكون بحسب سعر الإبل في الوقت الحاضر ولذا الإخوان يعرفون في المملكة تطورت الدية من 16 ألف إلى 30 ألف إلى 45 إلى 100 مائة ألف لماذا؟ لأن أسعار الإبل تزيد وتنقص فإذن التقدير الأساسي في الدية لإيه؟ للإبل ويكون الذهب والفضة أو الريال أو أي عملة كانت عوضا عن الإبل بمقتضى سعرها الحاضر وعند تقدير الدية يسأل في أقطار أو في نواحي المملكة كم الإبل في الشمال وكم هي في الجنوب وكم هي في الشرق وكم هي في الغرب وفي المناطق الأربعة ويأخذ متوسط ذلك ويعتبر المبلغ الذي يمثل مائة من المتوسط قيمة مائة من الإبل والله تعالى أعلم